سباح النور مرة أخرى ومرحبا بكم هذي أول تصبيحة ليا أنا أول حاجة كيبا بش نقول لكم مش نو بش نعملو اليوم اليوم مش نعملو البانكيك و بش نعملو الكريب صنغلوتين كيما نشوفنا اللي جمعلي فت لكلها فطور سباح متع للناس العاديين حتى أنا خذيت بخاطركم و لبيت رغبيتم بتاعكم بش ما نفوتكم مش بالحديث أنا بش نسبق معناها حديثة حطر الكريب لازمها توقع وترتاح شوية أعملت الخليط نتاع الكريب بش نخليه يرتاح شوية وبش نبدأ نخلط قدامكم البانكيك دونك به أول حاجة بالنسبة للروسات نتاع الكريب قايدوها كان عندكم طواب بش تقايدو ناخذو كعب عظم عليها 30 جرام سكر 70 جرام فارين دروز ولا فارين تقطانية ما تقلقش بالنسبة للروسات نتاع الكريب هذي وناخذو امبانسي متاع خميرة و امبانسي كيفيف متاع ملح ونجم نحطو ارون فانين بش تنكهلنا شوية الكريب متاعنا هذو منخلطوهم كما قاعدين نشوفو في التكستور متاح الكريب ما عندها حتى علاقة بالكريب العادية الكريب الكريب صانغلوتين التكستور متاح كيفما قاعدين تشوفو فيها هكا خاضرة شوية وعاقدة بعناها بالقديق نحليو هذيه في ترتاح شوية على جنب في الفريجدير ومحبث ونخلطو البانكيك البانكيك بالنسبة للروسات نتاعو ناخذو كعب عظام كعب عظام 40 جرام سكر اسمر انا حبيد اليوم سكر اسمر باش تكون الروسات صحية اكثر ونجم ويأكلوها العبيد الكل 80 جرام بفارين تروس بالنسبة للبانكيك ما يجي فيه كان الفارين تروس بالفارين تلقطانية تجي يبسة شوية وكيسها بيه بين عشرين وثلاثين مليلتر اه حليب اه شكارة خميرة متاع متاع باتيسو غي وهيذو من الكل اول حاجة باش نمداو نخلطوها نحطو كعبة العظام ونحطو السكر نحطو العظام والسكر هكا نعملو تخليطة تخليطة خفيفة مع بعضهم والخميرة بالمحبث نحطبها شوية مع الفارينة مع الفارينة الروس تجمو تتصلوا بنا كن عندكم اي استفسارات تحبو وصفات صنغلوتين ولا حاجة مرح بي بيكم الناس الكل بيه نبداو نصبو طاو في الحليب بشوية بشوية ما نصبووش الكونتيت الكل خطر كيف ما تعرفو كل مره معناها جينا نكبرو متاع كعبة عظام كل مره حاجة ما فاميش روسيت اكزاكت بالنسبة للطاو نخلطو هكا جوش شوية فارينة الروز مع الفارينة الروز نجد مع الخميرة شوية بش يتفاعلوا مع بعضهم ونزيد هاكا نصبو فيهم بشوية بشوية ما نخلط هاش الكل من اللول ما نخلط هاش الكل ونبدأ في نفس الوقت نزيد في الحليب نبدأ في نفس الوقت نزيد في الحليب نكمل باقي الفارينة لطاو ذاكا لازمنا تكون القليا باهم ما تلسقش البات كيف نحطوها عليها كان عندكم قليا ولا حاجة بش نطيبو باها تلسق ندهنوها بشوي زيت ولا بشوي زبدة والنمسحها بالاقدية بش تبدأ بش تبدأ شيحة بالاقدية بش تظمنا الكعبة البانكايك ولا كعبة الكريب تجينا مزيانة من televisi ايه دولي بش نكملوا لحليب الى اه الى الوزنه الكل او Sylvia نقول في thrual week دوما لازم واحد يبدأ عينه وميزينه. معناها ما 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 يصبش كل شاي مع بعض ولا حاجة. لازمها هكا شوية شوية تكنيك. هاي. رجل نكملها. جيت بالضبط ريتو. ريتو جيت بالضبط. شوفوا. اللي كمالت خلطت قاعد نحط الاتفال متاعي تسخن. بش نربحه اكثر وقت. كيف ما قاعدين نشوفوا بتاع البانكيك. اعقد برشة من الكريب. هكا. انا عندي دابوزة نورمال متاع البانكيك اللي تعرفوها كليل تبدأ فيها نقبة صغيرة. نسيتها. ما نجم ما ما جبتاش. اما تنجب انتو ما دابوزة اتنية ولا اي حاجة ولا حتى بالمغارفة كيما بش نعمل انا. تعملوا هكا دور اه صغار. و هكا بتحلوهم شوية بالمغارفة. جزبش نعمل لكم صغيرة. كعبة البانكيك كيفيش بش. كيفيش بش نجي. بي. اه اه اتفال اه نتاعي. ننبالما سخنة بالقديسة با. نحطو مغارفة هكا. مغارفة. بش نحاولو بش نجينا. الكعبة من دور. ها. معناها ما نحيروش اذا كان معناش دابوزة اللي حكيت عليها. ما فما حتى. مشكل. ايدي جوس نزيدها شوية. بهي. انا اللي نكمل البانكيك متاعني. متاعي نكمل ويتيب. بهي حاجة اخرى. بعد ما اه سيبوها ونحصوها تعبت الشيرة اللوطانية. ندوروها على الشيرة الاخرى وننزلو عليها بالمغارفة اي حاجة. بش نضمنو. بش نجينا المنظر متاحها مزيان. بش نجينا منظرها مزيان. بلقديق. وبينسوهم بعد ندفنوا فيها بلقديق. جينا تليفون. سبح النور يا سونيا. باخر عاصم. مرحبا بيك. شنا حولك لبس. عايشك حمد وليه. إن شاء الله لبس شيف أزمة إن شاء الله يا رب ومغسية أي منيتي على الملادي تلياك عايشك إنا كلمتك الماليفات حبيت على النمر ومعنيتها هما قالوا لي ممنوع منه جموش معنيتها عندهم حق حبيت نعرف حاجات برزا حاجات ما نعرفه مش معنيتها أنا كنتيبك معنيتها أنك الحساسية نعملك الفنيلة سيلة نرمال ولا مش مسموحة مش مسموح الفنيلة سيلة مسموحة أي سمحني أما الفنيلة اللي مش مسموحة لنا اللي هي البودرة ذي كم ممنوع علينا معنىش الحق بش نكلوها دي ما من محابة ذي تستعمل الفنيسيلة ولا تستعمل شوية قارس ولا أي حاجة معنىها طعمة أخرى بش تبدلها المهم كالفنيلة البودرة ذي كم ممنوع علينا معنىش الحق فيها بتجني تتواصل معي تسرح يا عيمن عيد خوي نحب على نمرويك من جيس مش نعرف حزيتك فان بدل حزيت ما نعرفها مش تخلي أنشي نمروك في ريجية طوئنا نبعد بعد البرنامج طوئنا نتصل بيك ولا تتواصل معي على صفحتي في الفيسبوك أيمن شعباني باهي شعلا يا ميغسية عايشك ما رح بي بيك عايشك باهي احنا طونا نكملوا كعبات البانكيك كيف ما قلت لكم ميتيبوا الكريب نخليها ترتاح شوية في الفريجي دير بش النظم لنبعد تجينا باهية وما تلصقناش في الاتفال نمشيوا المناء وذيفها ونكملوا فقرات البرنامج شكرا لك شاف أيمن يعطيك الصحة الحقيقة سعيدة جدا اليوم باستقبال فنان بي أتم معنى الكلمة فنان شامل وتبرك الله عليه وسعيدة وقام في تونس سيد ناصر أخمير ليحضر معانا نقول لك صباح الورد والفل صباح الخير مرحبا نورتنا عايشك سيد ناصر اليوم نحكي ونهارت السبت بديت فكرة جديدة لحقيقة ولقاء أحلو برشة يجمع بين الإكسبوجيشون بين الفن التشكيلي بين كذلك الخرافة بين الأفلام الأفلام رحلة جميلة بين الفنون الكل معناتها علشي قولك الفنان يجمع كل شي لأنه هذي معناتها فما حس كبير بما أنك كاتب ومخرج وشاعر برشة حاجات وفنان موتك كامل هو الحق التجربة الأولى متاع المعرض عندها مدة من اللي قمت بها معناها من عام 74 حبيت نعمل تجربة حول الخرافة الشعبية وحول الموروث معناها الموروث الخيادي وكيفاش نخرج من الخرافة باش نمشيوا للصورة لأن العالم توا عالم صورة أكيد معناها من الشفوي إلى الصورة التجربة اللي قمت بها وقتها قمت بها الحقيقة وقعت عركة في الدار أمي وإخواتي كانوش متفهمين صغار عمرهم 14-15 سنة يحبوا يمشوا للبحر وحسلوا قلت لهم إحنا شمينا ما نعملوش خدمة مبعضنا في عظم مش نقعدون نتعاركو صبيحة 14 سنة منيرة 15 سنة أمي قلت لهم حكيت لهولا منعملو كتاب وستيف كامل ثوروا الخرافة وعطاوا رؤية للغولة المعرض اليوم فيه الغولة الجسم لأنه الكتاب خرج في فرنسا وقتها عام 75 وممكن تباعه 80 ألف مئة ألف نسخة كان عنده صدى كبير صدى كبير وتخل حتى في منظومة التعليم في فرنسا معناها كشكولها وزارة التعليم في فرنسا دخلته في المنظومة متاعه وسافر معناها وخذها دقصة دا عالمي عالمي نعم لكن التجب ما وصلتش لتونس قعدت محروق كيفاش معناها الواحد معناها يخدم للبرة للبرة اليوم احنا بالحق اليوم في حاجة لتثمين الموروث الثقافي متاعنا وخاصة موقع تنحكي والغولة في عاداتنا اليوم بايه بنظرة فنية لماذا لاحط احنا علاش مناهجنا اليوم وفي الدراسة متاعنا ما نعتمدوش هذين ايه لان الخيال والخلق ايه هو اساس اي شعب باش يكون وجوده باش يعطي صورة للاخر للغير الصورة معناها الرسومات الي يتعاملوا في مستوى عالي جدا 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 وكبرناهم معناها وقت تمشي المعرضة مش تراسور باربع متر خمسة متر يعطيك فكرة معناها عالتقنية عالتقنية ايه اللي يوصلونها رغم اللي هما شباب ايه ونظن في تونس اي شباب نجم يوصل لدرجة ذيك اذا يوقع تأثيره مساحبته الحديث معاه اذا تعطيه الجو متاع اذا ترجع تفسح له المجال باش يحلم باش يتخيل على خاطر لحقيقة اليوم برشا ظروف كيبسا علينا برشا ظروف وخليتنا يمكن حتى خليتنا شوية مخنوقين مكتفين هاو بعض الصور يستواغدا موغ افيك الغولة مع الغولة خاطر الغولة في هاو قاعدينشاهدوا في الصور ايه تفضل الغولة هي الام هي معناها في في التراث الافريقي تسمى الأمة اللي تاكل ولادها حيث واحنا زادة في الحالة هذي النجم ايه النجم تحسها معناها فما نجم تتخيل معاو تمشي شوية خيالك ونشوفه في مدينة الثقافة معناتها حلو برشا هاو نشوفه في الإكسبو كيما قلت معناتها وزادة الكتابة متاعك زادة هنا اليوم وزادة عشق عشق هذي آخر كتاب اليوم عنها عشق هي حكاية طويلة عام سنين وسبعين قدمت فيلم توقي الحمام المفقود توقي الحمام المفقود عبارة على شاب خطات يتعلم في الخط قاعد يبحث على أسام الحب في اللغة العربية فما تقريب ستين اسم للحب من وقت هوا أنا نبحث عليهم حتى قراب 30 سنة وقدمت الكتاب الكتاب عبارة على رسومات رسومات نعم وترجمة مثلا مترجم بالفرنسوية مكتوب بالفرنسوية ومترجم بالأنجليزية المقدم أستاذ في هارفارت وقرر بالمناسبة واقترار الكتاب باش السنة هذي اللي هو مقتص في منافل الدكتوران مش يحظروا الدكتوراه وما قرر باش يعطي التعليم متاع أو الإطار متاع السنة كاملة حول الحب عند ابنه عربي بحيث سنة من قوت مش يؤثر تلمثتوا لتحظروا في الدكتوراه باش يحاولوا يحاولوا يفهموا الحب عند الشيخ الأكبر ابنه عربي وهذا نتيجة للكتاب هذا هي هو معناتها اليوم كيفاش تأثر بتبيعه كفنان وكمبدع باش توصل صورة وتوصل زادة كلمة متاع ثقافة متاع حذارة العربية متاع حذارة التوطية حذارة كبيرة حذارة كبيرة لأنه نحكي لك حكاية الكتاب لأنه في برلين عام ٩٢١ عملوا وعندهم برنامج يلموا فيه عشرة أفلام العالم أجمع اختاروا توقع الحمال المفقود في المناقشة خرج لي فيلسوف ألماني شاب قال لي متوما العرب والعرب والعرب والمشاكل قلت له يا أستاذ احنا عنا معاكم الألمان حب للغة متوما تحبوا اللغة للفلسفة نحن نحب اللغة للشعر للشعر بحيث واللغة هي عبارة على مرآة حضارية مش 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 مجتمع معناها تراد في عبر كاميرات حق على الدفين في كل شعب نعطيك مثال يتبعوا عندهم أسم للثلج يعني هم عاشين في الثلج صحيح يقتلوا احنا عنا ستين أسم للحب الحب يتخلش عندك يتخلش عندك يتخلش عندك أنت باش تقاوم قول لي قلاش عندك اسم للحب إذا الحب هو مركزي في الحضارة العربية الإسلامية يعني كونه هل ترادف المجتمعات مهتمة بالموضوع هذا مهم برش بحيث قليل قليل جدا تلقى معناها نفس الحضور على الحب في أي لغة أخرى المعرض ما زال بشي تواصل إن شاء الله شعيرين هكي على القل شعيرين هاي على القل شعيرين هاي وفيه هو متركب من ثلاثة مساحات ثلاثة مساحات المساحة الأولى هي التجربة مع أخواتي وقتلي عمرهم 14 قليل سنة اللي تدل كونه معناها إذا نعطروا ونصاحبوا ونفسروا ونعلموا الشباب ينجم يعطي شيء في مستوى عالي وهذا ينجم يعاون حتى التعليم نعم بسرعة أخرى وبسرعة أخرى هو هذي اللي نحبوه إن شاء الله لأن الخلق هو أساس الإنسان ما فاماش حب بلا خلقه ما فاماش خلق بلا روح ما فاماش هذا الكل تابع لبعضه وبلاش خيال أكيد هذا هو جزء لولين فمجزء خاص هو حكاية أغنية الحب والموت للشعر الكبير رينر ماريا ريلك ورينر ماريا ريلك شعر ألماني وكأنه صوفي ورسومات هي كبيرة الرسومات تخرج من السواد تخرج من الليل من الليل وثم الجزء الثالث هو عبارة على معلقات التي تعطي فكرة على مسيرتي مثلا عندي معلقات ككاتب ومعلقات كرسام وكمخرج وكأفلام تجربة ثارية لحقيقة مهم برشة معناتها اليوم الزائر خاصة اليوم شبابنا اليوم وولداتنا وإن شاء الله يربي الجائحة إن شاء الله تنقص علينا كورونا أكيد حتى نمشيوا بالتباعد الجسدي وأكيد باللباسك بتاعنا وكل نجم ونزور والمعرفة ذالي بشي يصير إن شاء الله ويتواصل كما قلنا بدى نهار السبت مازال متواصل إن شاء الله شهيرين أخرين فرصة فيها الصيف ناس تتعرف وتعرف الاسم اللي ناس برشة تعرف اسمك سي ناصر لكن غبت شوية غبت علينا باشا مش شوية أما اللي فرحني قدمنا ثلاث أفلام الفيلم اللول زيارة بول كلي عملت فيلم على بول كلي اللي هو رسام عالمي نعم هام جدا جال تونس في 1914 وقعد 15 يوم لكن 15 يوم غيروا حياته تماما وغيروا فنه لأنه فهم وحس بالموروث الفني الموجود في تونس واستغلوا وطوروا هذا الفيلم اللول الفيلم الثاني هام سريمان هي عبارة على إحساس بالضياع في العالم العربي حاليا والفيلم الثالث هو ولادة بنت المستكفي أول مرأة في أوروبا اللي فتحت سالون لترير معناها سالون أدبي أدبي في أوروبا وما أدراك من أهمية السالون الأدبي في الثقافة الغربية أكيد اللي جاء بعد خمس قرون معناها القرن السادس عشر وقرن السابع عشر وثامة عشر لحيث ولدة هي أول مرأة اللي قدمت هال دونك الفيلم هدايا الأخير هو على ولدة ويعطيك دليل كونه الفكر الإنساني خرج من قرطبة من قرطبة الإسلامية بشهادة مثلا جورج دي بي اللي هو من أهم المؤرخين على القرون الوسطى أي سي ناصر الجديد إن شاء الله نستنى وك فما سينيما فما شي تغارب جديدة فما شي هكا سكوبات نسمون أخذوه باليوم معك لأنه توحشناك أوقتك توين ستوحشوك أستدعوني نجي مرحبا مرحبا بالعكسة رفت لنا حتى كون في أستراليا نجي رأي مرحبا أما نحبو حاجة هكا جدا فما شي موضي جديد فما كتاب جديد كتاب أي هكك فما فاثنية وعندي فيلم جديد زادة في أثنية إن شاء الله إن شاء الله في تونس تصور 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 في المونتاج في المونتاج إن شاء الله بالتوفيق لك سي ناصر بيتبيع وإن شاء الله يحضر الفيلم والكتاب مرحبا بيك لا ولا بد نورنا بيتبيعة وأنا كنت سعيدة جدا إنك تكون حاضر معنا الحقيقة اليوم وإن شاء الله ندعو توينسة لكل إن شاء الله والناس اللي بتبيعه اللي يحبوا بهي برش حتى الاصغار نهزومك شوية بالحق الموضوع الاصغار هو أهم يكتشف الغولة لا وحتى يحسوا كونه معناه ينجمه يكملوا ثوره أكيد يكملوا ثوره وشكر خاصة زميلتي إيمان اللاسيد بتبيعه اللي قامت بالتنسيق معك كاسي ناصر شكرا على حضرك معنا يعطيك ألف صحة برك الله فيك وإن شاء الله بالتوفيق ليك وكما قلت لكم بتبيع المعرض مازال متواصل إن شاء الله على المتداد على الأقل مننا لشهر آخر شهر رجبيليا في مدينة ثقافة وخريبة هنا نجمو تعملوا دورة وتزو بتبيعه صغيراتكم احنا توش نمشيوا مباشرة مع زميلتي إيمان الوسلاتي نمشيوا لي أريانا ونمشيوا لي مهرجان الورد نقولك صباح النور إيمان صباح النور مونة تحية ليك تحية طيبة ليك ولكفة مشاهديك نحن موجودين الآن في مهرجان الورد بولاية أريانا في المهرجان اللي بدأت فعالياته من أربع جوان تتواصل لغاية عشرين جوان تحضر معانا مدام إلهام بن صالح عضو هيئة مهرجان الورد صباح خير مدام صباح خير مرحبا بيكم في بلدية أريانا وفي عيد الورد عايشك أكثر تفاصيل على مهرجان الورد هو بدأ نهار أربع جوان والانتلاقة صارت من افتتاح المعرض هذي الموجود لهنا هاكم قاعدين تشوفوا معناتها لكلهم معتها ديستان بتاع نباتات وورود ونباتات الزينة معتها الداخلية والخارجية وفهمها معرض لهنا للوحات الزيتية موجودة في رواق الورد مقابلنا لهنا ونهار السبت وقع تكريم الجيش الأبيض بمستشفى محمود الماطري في أريانا وزراعة كمية بيهية معنتها من الورد أريانا في الفضاء الخارجي متاع المستشفى وفهم عمل جمعياتي كبير يسر قاعد يسير زيدا الجمعيات اللي قاعدة ناشطة في بلدية أريانا قامت بنشاط تحسيسي للبيئة خاطر نهار السبت كان اليوم العالمي للبيئة في منتزه بير بالحسن في العاشية كان فهمها زادة أنشطة في بحكور دوسنطي في المنزة السيز وقامت بيه الجمعية سيانة المنطقة الخضراء في المنزة السيدس وهذه هو طابعة جديد معنتها اللي تميزت بيه الدورة هذي دورة 25 اللي كانت فهمه شركة كبيرة للمجتمع المدني في برشة أنشطة البر خارجية معنتها هذية التواجهة اللي مشينا فيه بالنسبة للدورة هذي مش تتميشى مع الوضع الصحي اللي موجود اليوم في البلاء تطبيق البروتوكالات الصحية كيفية؟ هو المشينا معتها في الشواء مش أنو الأنشطة لكلهم يكونوا بالفضاءات الخارجية البروتوكال الصحي معنتها البافيت لازمها تكون معتها أي واحد معنتها يدخل لأي فضاء فيه أنشطة لازموا يكون حاطة البافيت متاعه وبالنسبة للأنشطة اللي في مكان ضيق يقع معتها الاعتماد التباعد الجسدي والتهوية متاع البلاصة اللي بش نكونوا موجودين فيها اقبيل المواطنين كيفيش مادام أنا نشوف فما اقبيل فما فما اقبيل رغبا لي احنا معنتها في انطلاق الأسبوع ونس كل تبدأ تخدم منها حاجة بيها تقش بيها مش سخون برشة مش بارد برشة الفضاء هذا هو دي ما يلم العائلات الاريانية اللي معنتها العادة هذي ولات أنو بير بالحسن يكون فيه معنتها معرض للنباتات والوردة بصفة عامة في الأنشطة اللي قمنا بيها معنتها في الافتتاح وبعض الافتتاح فما اقبيل معتها نجم ونرجع له الصور اللي معتها قاعدين نغطيه في مختلف الأنشطة والاحتفالات فما زد تظاهر البيرح صارت في أحياء الألعاب التراثية بالمركب الثقافي بالمنزه السيدس كانوا فيها دي زاتولييك خياتيف معنتها متاع أنو نستعملوا الوردة والنباتات بصفة عامة بش هما نردوهم لعبة من الألعاب خلش من دور الاستعراض لدور ثقافي بالأشياء ثقافي هو مهرجين ثقافي تواكيمة للمعرض هذا متاع اللوحات الزيتية هو معرض ثقافي معنتها احنا حاولنا السيب المعتها تكون كل الشرائح العمورية وكل المناطق البلدية معنتها ما هيش أنشطة مقتصرة كان على الأطفال وإلا على الكبار يكون مهرجين كامل متكامل ولا كامل ومتكامل فما حاجة بش تكون معنتها نقلة نوعية زادة بالنسبة للدورة هذية أنو نهار ثناش جوان فما تظاهر اسمها أرينا ترسم قام بها الفنان فنان أرياني معنتها من قاعة الخابية كيما يقولوها سي طارق الحاج يحيا أنو بش يعاية الفنانين معنتها محترفين والسكين اللي عندهم رغبة في رسم أي حاجة موجودة في بلدية أريانا بش الانطلاق بش يكون من قدام مقصر بلدية أريانا ومن بعد كل واحد بش يخرج يصور وين يحب هو ومن بعد بش يخذه هكا وقت معين كل واحد يصور فيه شنو يحب وسي طارق قام حتى بمبادرات مع عباد من خارج تونس معنتها من خارج بلدية أريانا ومن خارج تونس بش يقع بث على اللايف ستريمينج الناس الكل بش تشيرك اللي موجودة في تونس واللي خارج تونس ومن بعد الأحسن اللوحات اللي ترسمت بش يقع عرضها وتكريم العبيد الكل اللي شركت فيها معا الأنشطة هذي فما جمعيات كيما جمعيات مواطنة برياض النصر بش تقوم بزرع مئة وردة في مدارس ابتدائية بالنصر فما تظاهرات كان زيد نتفكر شنو عنا اخر فما الاختتام بش يكون فيها توزيع الجواز على أحسن شرفة وأحسن حديقة في بلدية أريانا هذو ما معنتها من قبل انطلاق البرنامج تعيد الورد كنا خرجنا احنا دي كوميونيكي على العباد اللي مغرومة معنتها بالجنين والشرفات متاحة بش هما يعبروا على رغبتهم في المشاركة واحنا نبعثوا اللي كيب تيكنيك اللي بش تعاين شنو أفاما وشنو أفاماش سلون الكريتاغ اللي رسمتهم بطبيعة لكيب تيكنيك هذي وفي الحافل الافتتاح زيدة اللي بش يكون نهار 19 جون بش نعطيه جايزة الأحسن فيديو تحسيسي للفاكسيناسيون معنتها ضد الكوفيد وهذي زيدة مبادرة قامت بها الجامعية جامعية مبدعون من أجل السلام الجوائز الحقيقة قايمة معنتها فاما 3000 دينار من عند فونداسيون بيات وفاما جوائز أخرى معنتها لتشجيع المبادرات هذية اللي هي معنتها عندها دور تحسيسي وعندها دور كرياتيش معنتها في التصوير وفي خلق ولا في الإبداع بصفة عامة مشكورة بدم إلهب بن صالح نخليكم مع تصور يعطيهم لكم زميلي زميلي علي الحرافي تشوفوا أجواء المهرجين وعود ذلك موناء شكرا لك إيمان وتحية ليك وتحية لكامل الفريق اللي رافقك بتبيع هذه أجواء حلوة برشا من أريانا في مهرجان الورد وتحية لكل متساكني ولاية أريانا أحنا مواصلين بتبيع استضافتنا لهذا اللي صباح ومواصلين الحديث كذلك مع ميساء غابري اللي هي مختصة في تقويم النطق أحنا كنا حكينا الأسبوع اللي فات على تعلم خاصة اكتساب اللغة لدى الطفل وجاونا برشا مكلمات هاتفية لحقيقة اللي خلاونا ما كماناش اللي كنا نحكيه فيه نخلي لك بالتبيعة تذكير بموضوعنا سباح الخير موناء سباح الخير النيس كما كنا حكينا الجمعة اللي فاتت اكتساب اللغة يصير على مراحل الجمعة اللي فاتت تحكينا على مرحلة ما قبل اللغة شما المكتسبات اللي يلزم يكونوا توجدوا عند الصغير بين عمر را نقولوا احنا نهار حتكشي لعمر رعا وصلنا لانو بين عشرة واثناشا نشهر الصغير انتقل كلمة لولة كلمة لولة تنجم تكون ماما بابا دادا انتي شنية المحيط شما فيه مش لازمها تكون كلمة صحيحة بمقاييسنا احنا الكبار اما كلمة احنا نفهمه ليه هو يقصد بيها ايك الحاجة هديك به بعد في الستة شهور اللي بعد صغيري يلزم يكتسب نقولوا احنا بين عشرين الى خمسين كلمة في عمر را ثمونتاشا نشهر صغير يلزم يكون عنده حصيلة لغوية امتاع عشرين الى خمسين كلمة به هذي بالنسبة للكلم شنو ما الحاجات اللي يلزم يكون ينجم يفهمهم ينجم يعرف وقتيش عبد يحكي معاه هو متغشش ولو هو فرحان وقتيش انا فرحانة على خطره هو عمل الحاجة فرحتني وإلا على خطرني انا في اطار يخليني انا فرحانة عنا مكلمة حجي فيها لازم سد المشاهدين نتفعلوا معهم بتبيعون نجيبوا مرحبا علي التساؤلاتكم معانا مادام حاسيبة صباح الورد صباح النقر مرحبا يا أختي عايشك يخليك هاي تفضل شو تساؤل امتاعكم انا بنتي عمرها عام واربعة شهور تعملها مثالة وين بابا قولها ايجا تعمل بيدها اما ما تتكلم مش مثال او اي حاجة نقولها تعملها تعملها اما الكلام في حد ماما ددق ادي كوين حبست اما بربي انا حب نقولك حاجة اخرى ما حسيت هاش تجيو بتخاطر بويسكية عاملة عملية على البصامعة طب كلها بجي بسمتنج مش تتحرك حسيت وزيت تكمل عليها لحاجة هذية ذات ما خلت هاش تعمل برشة حاجة تفهمت ما نعرش هاسكو هذية الحاجة عادية و تسمع بنتك تسمع و تتبعك و تجاوبك معناتها معناتها تحسها تقول تحط كلمات هكا شوية صوت تقولها ماما ماما مثال كيف تشوف الماكلة ماما 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 في الحدود هذي كمان ساعات هكا تبدأ ببابا ماما مثلا نقولها وين بابا نقولها ايجا تعمل بيديها تصفق تصفق وين شعرك تشد شعرها نحس هترثم اما النطق حسيت هذي ماما ماما حسيبة الوقت هش عملت هيا هذي قتلي الوبيراسيون على البسام تيحها قدش عمرها عندها شهرين عندها شهرين معناتها عام و شهرين عام و شهرين عمرها وقت عملتها عمرها عام و شهرين و هيا تاو عمرها عام و 4 شهور هذي مثال به ياسر بش نفسروا به العلاقة مبين التطور الحركي و اكتساب النطق هيا تاو مستويها في مستوي عمر العام عام و شهرين في النطق عنا كلمات قصار متكونين من صوت ولا زوز اصوات تفهم تنجم بالاشارة تفسر لك هي شنوها تحب و الا تعبر على هي شنوها تحب كي تسئلها على حاجات تفهمهم وتنجم تجيبك عليهم بالاشارة ولا باني هي وين دارت ولا كيفاش تحركت هذي مستوي العام عام و شهرين في الوقت هذي هي الحركة متاحة تقصت الحركة متاحة تقصت شمعناها احنا حتى علش احنا نقولوا كلمات بزوز اصوات على خاطر الاكتساب الناسق في البدن يتبعوا اكتساب الناسق في الكلام احنا اول ما يبدأ بش يمشي خطوة اثنين خطوة اثنين يكتسب الناسق متاع كلمة منزوز اصوات هي مهيش قاعدة تتحرك برشا من بلاصتها مهيش قاعدة المحيط اللي هي فيه مهيش قاعد يثري لها في هي احتياجاتها ان يتتكلم شنين دونك هذي حالة عادية شنوه نجمو نعملو احنا بش نعاونوها ان شاء الله على قريب هي تنحي هالجبس اللي عاملته هذي انتخطوة احنا شنوه نعملو نواصلو ان نثريو في المحيط متيحة بكل ما هو كلم كيما قالت المدام اللي كلمتنا المرة الاخرى اي حاجة تعملها معاها وإلا هي بحذيك في حياتكم اليومية يلزمك تحكي عليها يلزمك تسميها على خاطر الصغير راهو على قد ما يسمى على قد ما يتعلم حاجات بش يقولهم دونك احنا مثالش هالتأخر الصغير هذي متاع الشهرين هذي اللي صار واللي هو معناها فما تفسير عليش هو صار نحاولو انا نتأقلمو معاه في الوقت هذي نحاولو انا نشبعوها بالكلام تكون ديما محاطة بالكلام بش انفانحات الجبس ورجعت تتحرك ان شاء الله نعاودو وننطلقو في اكتساب اللغة ملولوج دي مايسي ذول بش نخذوك نجابو في التساؤلات نسالش نسالش بالعكس عنا مادام هوداء من القسرين نقولك سباح الورد هوداء سباح خير مرحبا بيك اختي وبيك يا عايش كبرك الله وفيكم على البرنامج يا عايش ونشكر له خيين على التليفون نهارز يا عايش كبرك الله وفيك انت طلبوني واعتذروا مني وعودوا طلبوني اليوم اي تفضل شمال تسائل متاعك اختي انا مربية عندي تلميذة عمرها 14 سنة عندها صعوبة كبيرة في النطق متنجمش تتكلم الجملة في القسم اما خارج وقعت الدرس تجي وتحكي معايا نورمال اون دي عندها حاجة فقري جملة ولا كفين متنجمش تتكلم بصعوبة انا اللي فهمتوا منها عندهم مشاكل في الدار فهمة عنف وللأسف معنيش اخصائيين في المؤسسة التربوية اتصلت انا بالأوليان متاحة ووعدوني انهم بش يحسنوا المعاملة والبو حبتها في سبور رياضة قتالية تحسنت شوية ومن بعد خرجها خرجها جاءت تشكيلي وانا معنتيش سلطة معنى على العائلة نحن بنعرف كيفش انا نجم نتعامل معاها واسكو هي بالنسبة لها فم حل في العمور اذا اربعة واشنة سنة هو الحاجة اللي نجم يقول هلك مدام ودي يعطيك الف صحة وبرك الله وفيك وانتي مثال بالحق للمعلم قبلة على جبينك بارك الله فيك لرجالة تعليم تحية اكبر اجلال لكم الكل هذا بالحق اليوم انتي متحيرة على تلميذك يعطيك الف صحة وان شاء الله كما ظاهر معناته هي الوضع ظاهر نفسي نفسي اكثر منه اي حاجة اخرى يلزم متابعة نفسية اما هون مايستة ان شاء الله تجاوبك على اقل كان فما فماشي حاجات يمكن تطمينات على اقل لا تتكلم من البرة لا لا تحكي البرة بالكدير لديك الحشمة في المكتب هو راه الحالة النفسية الوضعية النفسية للصغير لم تتعرش عليها ماهو الاطار التي تغلب فيها نجم هي كما قلت انتي معاك انتي تحكي انتي وياها وحدكم تحكي لك وتعبر لك وكل ملاحظة صغيرة قلتها حبيتنا نرجع لها قلت لي حتى تحكي معاك انتي وياها وحدكم تحسها فما حاجة معرضة لها معنى متنجا مش تتكلم تحكي مهاية ساحة تتعطر شوية من اللول اما بعد تتصرح تحكي بالقدير تحكي على مشاكلها تحسها عندها حاجة كي تتأتأ معنى اول ما تبدأ مش تتأتأ عندها كل غصة وقت اللي نعطي جانب النفس يا ذي نستمنعها نعطيها وقت بيش تجيوب تعطي مراقين والتنمر وإحنا للأسف الدولة مش مأهلة معنى قدم جتهم مزومة لامزا ومعطتناش حتى امكانيات لا تكوين لا معنى حتى شي لا مؤثر نفسي يلزم مؤثر نفسي لحقيقة اليوم في المستشفى ما فماش لا أكيد المفروض الإدارات الجهوية لكل فيها رموها هذها الأخصائي نفسي نصر بشي حطها في سبار ومن المستحسن رياضة قتالية قل رأيك تلقى روحة وحدة في الدار تولي تصيح هذه مشاكل نفسية شو هي مشاكل نفسية أما يمكن عاود حاول تتصل بالولي متاحها تلقاش مع حل على الأقل باش البنية يتم على الأقل هكا متابعتها نفسيا لأنه المشكل ظهر نفسي متابعة نفسية وإن شاء الله توقين تبدأ بحضانة دكتورة هدى معطلة وهي طبيبة نفسية إن شاء الله تنزيد ونطرح على الإشكال مدام هدى وتعود ونتصل بك مع أنه رقمك موجود ونحاول ونلقوش حل على الأقل نعطيك أنت بعض النصائح النفسية توجهك شوي شنو تنجم تعمل معايا يعطيك ألف صحة برك الله وفيك أنت يعطيك صحة مدام والله يعطيها صحة بالحق خطر مهم برشة وخاصة فترة مراهقة وكل مهم برشة اليوم تأثير يعطيها الصحة يعطيها من وقت وتحاول تلقى لها حل نعرفه صعوبة خاصة في بعض المناطق معه والوضع الوبائي نعرفه ليفهم حتى بعض الحاجات ما عادش نقوم بهم كما قبل كما سواء معناتها للناس ما تمجيش حتى العيادات العادية للمراقبة المستمرة يعطيك الله صحة ما يسال الحقيقة الوقت فيه سعدها شكرا لك يعطيك الصحة ما عدنا يجدد معك شهر هال الاربع والي عنده تساؤلات بطبيعة ونعطيك أكثر وقت لحقيقة اليوم أزربني شوية الوقت ما يسى يعطيك الصحة شكرا على تهتعلك معنا على حضرك معنا برك الله وفيك احنا بش نمشي بحضر الشاف أيمن وبعدها إن شاء الله بش نحكي وعلى بلدية حامام الشط مرحبا بيكم نسل كل بش ما ننفوتكم بش في حاجة بجيت نخدم بجيت نشكل معناها في الكريب وفي البانكيك قاعد نخدم فيه وخليط شوية عجينة شوية بش نخدمها وقدمكم بش نمريكم اللي هي قداشة سهلة برشة في الخدمة يوست لاستيوست لازمها المقلن تاعكم اللي بش تخدموا آآ عليها هي اللي بش آآ 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 لي هي اشتار الخدمة كيف ما يقولوها بي آآ هذي كعبة الكريب بتاعنا سيبون حاضر جوست بش نخرجها بش مريكم شوية الخدمة بي هذي جوست نبعدها حاشتي بحاجة صغيرة على حاضر ما فضلت ليش برشة من البات جوست شوية بركة هاك هي على قد ما نخليوها ترتاح البات متاع آآ متاع الكريب على قد ما خير طوعنا معناها في الخدمة وما ما نجينا ليس معناها من بعد جوست نستنى سيبون هاك نشوف نصبوها في نصبوها في المخدر الكل لها هاك وبعد نمديو بالمغارفة شوف نحاول نحلوها عالقلية الكل هاك اول ما هاك تحسوها شيحة وتعمل ديبول تعمل فاقيقية عصغار وقتها نعرفو اللي نجم ونقلبوها معناها على العشرة الاخرى ونضمن لكم اللي هي ما هيش باش تتقطع ولا باش تلسق ولا باش تتحرق هاك نبقى هاك نستوي فيها نستوي فيها شوية باش نبعد المنظر بتاحها يجينا مزيين البانكيك جوست نوري هوركم نوريكم شوية البانكيك كيفاش نجي وطن بعد نزيد نوريكم كيفاش باش نزيين نراهي هشوشها عالقل خفيفة نجم ونستعملوها حكا حتى نعملو معناها بتاع ثلاثة اربعة ايام ولا حاجة وناكلوها كل فطور صباح مع شوكولاتة طن نشوفهم بعد كيفاش باش نزيينها انا قعبة البانكيك باش نشرهوا بها صغارنا اللي اه ما عندهمش برشة شاية مي جوست نكمل قعبة الكريب تكمل تيب نكمل زين البانكيك هي والكريب باش نعمل ميرحة واش نعمل كريب حلوة نمشيو الموني ونزيفها ونرجعو لباقي فقرات البرنامج شكرا لك كشاف ايمن يعطيك اللي صحة مواصلين بتبيع استضافتنا لهذا صباح وكي ما قلت لكم منذ بداية البرنامج اليوم باش نحكي وعلى بلدية حمام الشط ويحضر معنا سينيزار مغري اللي هو رئيس البلدية نقول لك صباح الورد صباح النور مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة يعيشك اليوم سينيزار لحقيقة التوانسة شهدو خاصة في خير الأسبوع صور صور مؤسفة لحقيقة الوضع بيئي خايب برشة في حمام الشط في شط حمام الشط المنطقة هذه اللي ارتدوها العديد من العائلات التونسية اللي حبوها بعد ما نظفتو الشط وبعد ما حضرتو كل شيء للأسف شوفوا مشاهد شقول إجرامية أنا بالنسبة للبيئة وبالنسبة في حق سكان حمام الشط وفي حق رواحنا والمشاهد هذه والصور هذه اللي بيش نشاهدوها بتبع ما تكرر في عديد البلديات الأخرى يمكن نحنا نخذينا نموذج حمام الشط أما فما زادة بلديات أخرى قاعدة تشكو نفس المشاكل صحيح هو الوضع اللي عشناه الأيام القليلة للفارطة كان وضع كانت القطرة اللي أفضت الكاس على خاطر الوضع هذي كان متكرر في عديد المرات وكان ديما نحاول وإن نتواصلوا مع مصالح الديوان الوطني للتطهير مش نلقاه حل المشاكل هذية كانت ديما هام السوار قاعدين يشادسون كانت الارجومان ديما متاع الإطارات في ديوان الوطني للتطهير يقول لك اللي فما تداخل ما بين قنوات الصرف الصحي الإشكال هون يقول لك وقت يتصب المتر اللي عباد اللي ديسان دوبلو فيال ميزيب متاع المتر يقول لك يصبوه في الرغارة يصفكو نحنا الأحداث هذي تواصائرة عنا شهرين مصبتش متر هذي حاجة لولا وحاجة الثانية المهمة برشة اللي البلدية عملت انفستيسمان كبير مقارنة بالإمكانيات متاع البلدية ثلاثة صفقات تكلفوا على البلدية قرابة خمسمائة ألف دينار باش عاودنا خدمنا الريزو دوبلو فيال وعاودنا نظفنا عملنا جهر متاع قنوات متاع صرف مية الأمطار باش نحاولوا نحلوا هالمشاكل هذي اللي قلنا خلينا نتبعوها حتى اللخر الفينومان هذي ما رعنا إلا حسب بالتدخلات متاع المدير الجهوي لديمان الوطن اللي تطهير في بن عروس الدخل خذها حق الرد على تدخل رئيس لجنة النظافة في راديو من الراديوات وقال هذي حكاية ظرفية وتكسيرة متاع ساعتين من زمان والمشكلة تحل حتى كي سائلته وأكدت عليه مقدمة البرنامج قاتله ومشكلة تحل قالها المشكلة تحل هذا ما اضطرني اللي أنا شخصيا اللي مانيش متعود اني نتعامل بانفعال ماذا بين ديما تدخلاتي تكون رزينة واحد وكل خرجنا نهارتها في العشية الخمسة متاع العشية والستة متاع العشية وعملنا لايف على المباشر وورينا اللي الشيئة ذاكرة ومزة المتواصلة بكميات كبيرة ياسر على أساس انه فيما تكسيرة هاي بمعليتها سمحني الفضلات تصريف مياه الصح الصرف الصحي بكل في البحر الكله هبط المشكلة أشوف هو أول حاجة بين البحره شي على البحر وشي على الشي في الطرقات وشي تخلى ديار الناس عملنا روبرتاجات تولينا في الصور مشكورين للأسف على الصور خطفاء صور لحيط فما فيديوات أتعس من الصور هذي برشا فما فيديوات توريك قوة الدبيم تاع المال اللي خارج معنا الكميات الهائلة من المال مصخ اللي خرج رأوا فما ناس عملنا روبرتاجات مع وكالتونس إفريقيا الأنباء مشكورة اللي جات عملت روبرتاج دخلنا صورنا في ديار الناس رأوا الأوساخ رأوا أضرار كبيرة برشا معناها أضرار كبيرة 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 على الأخر ونحنا كما قلت أنت واشرت راهوا نهار 31 ماي بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيات شريط الساحلي لبال مزننا يكملنا تنظيف الشط استعدادا للموسم الصيفي يجي 48 ساعة بعد ونحلوا الرزو هذا معناها مشاكل كبيرة بصراحة اللي ما عادش نجم يتسكت عليها كما قلت لك رأي هذه القطرة لأفضت الكاس رأوا مشاكلنا مع الوناس مشاكل قديمة مشاكل متاع بنية تحتية مهترأة مشاكل متاع مشاريع واتفاقيات اللي مسحة منذ سنوات والتوى المشاريع متاعها ما تخدمتش دونك ما عادش نجم اليوم ما شكون تنجم شنية الرسالة تحب تقدمها شكون اليوم ينجم يتدخل لحل هذا المشكل البيئي المشكل الخطير اللي نلقى معه ارتفاع درجة الحرارة معه صخنة مع الرواح معه زادة اليوم احنا نجابه في فيروس اسم كورونا معناتها في جائحة كبرى في بلادنا معناتها شنو نجم ونعمل مجتمع المدني انتم كبلادية قمتوا بواجبكم اليوم شنو المطلوب شوف انا طيب اش نعطيك المراحل اللي مشينا فيهم من نهار الاربعة عملنا محظر معاينة عن طريق عدل التنفيذ وبعد نهار الخميس عملنا مجلس بلدي استثنائي يخذينا فيه قرارات معناها اللي بيش تحمل البلدية مسؤوليتها فاها وباش نمشي للقضاء وبالاتفاق مع ثلاثة رؤساء بلديات ساحلية بحذان اللي هما حمام لنف وزهرة ورادس اللي يعانيوا من نفس المشاكل هذه منذ سنوات وبلدية رادس كانت موجودة معنا في البرنامج وحكينا عن نموس معنات هما نفس الاشكاليات في عديد البلديات اللي نحب النوه اللي النوه زاد بالتظافر الجهود المستشارين البلديين بالمكونات المجتمع المدني اللي بصراحة لحد الآن كانوا عقلاء ويحبوا يعملوا احتجاجات بطريقة سلمية وبطريقة لائقة وبشي قدموا عرائض وبشي قدموا امضاءات متع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في المنطقة نحب نغتنم الفرصة باش نشكرهم برشة على الرصانة العقل المتاحهم على خاطر كنا تجنبنا كارثة كانت باش تكون واقفات احتجاجية كبيرة والله واعلم شو اللي كان العواقب متاحها كانت شنو تكون نحب زاد النوه بتدخلات والتفاعل الايجابي عديد نواب في مجلس نواب الشعب فما اللي اخذي الكلمة في جلسة مجلس نواب فما اللي اعطيه ابعث مراسلات فما اللي قاعد يخدم على الملف هذا فما معناها الحق متع ربي التجاوب كبير يسر من عند جميع الاطيف على خاطر المشكل هذا ماهوش مشكل يخص منطقة وحدة ولا ماهوش مشكل شخصي ولا ماهوش مشكل متاع بلدية وحدة مع ادارة ولا مؤسسة وحدة هذا مشكل عام وهذا مشكل اللي عبادة تعاني فيه والبلدية تعاني البلدية متنجمش تدخل في الريزون تعالوا ناس إلا ما تاخذ ترخيص معين بش أنها تخدم فيه والعكس بالعكس معناها كيف كيف لو ناس متنجمش تدخل في تصريف مياه الأمطار اللي هو ملك بلدي إلا ما تاخذ فيه ترخيص يلزم تكون فما تنسيق في الحكايات هذوما دونك نحنا اضطرينا بش نعاودوا مرة أخرى نعاودوا ونعاودوا مدوات متاع النموس ونعاودوا نحاولوا أن نتجنبوا أكثر ما يمكن من هالمشاكل وهالروائح الكريهة هذه إن شاء الله رب يعاوننا المسارم تقنرنا ماشيين فيه وما ناش بش نتراجعوا القرارات اللي يخذها المجلس البلدي بيحاول الله بش نمشيوا فيها حتى للأخر إن شاء الله نصلوا بنتيجة بعثنا مراسلات الرئاسة الحكومة بعثنا مراسلات لوزارة البيئة كلمنا الوكالة الوطنية لحمية المخيط يلزم بتطبيع إن شاء الله ترى أكلها على الأقل يلزم بمحل جدري وسريع هذا هو الوقت دائمنا في تخانة معك بالضبط هذا ما هيش سوليسيون بونكتوية لأننا بش نعملها اليوم ومن بعد ننسى لا لا إحنا هذا حسب تصنيف المتاع السنة اللي فاتت متاع وزارة الصحة الشاطئ الوحيد اللي مزال في الضحية الجنوبية اللي يسمح فيه بالسباحة هو ساطق مدينة حمام شر أنا ما زلنا عطاو بش نشوفه التصنيف الجديد ولا يجب أن نشوفه التصنيف الجديد هو أرزمون الحكاية لقفناها من الأول متاع 48 ساعة معناها جوسي بوز اللي لكورو ماران بش ينجموا بصفة طبيعية يخدموا وينظفوا البحر لكن فما تقارير يجب أن نعتمدوا عليها متاع وزارة الصحة إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله إن شاء الله نحميه متساكنينا ونحميه منطقتنا ونحميه الشطوط متاعنا إن شاء الله شكرا لك سيليزار يعطيك الصحة بركة الله وفيك هل حضورك معنا نورتنا وإن شاء الله يا ربي نلقوا حل وإحنا بش نتابعون الموضوع دي إن شاء الله بش نكونوا بحديكم لربما في ربط مباشر نشوفه وين وصلت إن شاء الله من الجمعة جاية إن شاء الله الدعوة مفتوحة أحنا بش نتابعون الموضوع إن شاء الله بالتوفيق لكم يعطيكم الله صحة أحنا بتبيع مصير فقرات برنامجنا واستضافتنا وفي فقرة التغذية بش تحضر معنا روعة متماتي أكيد في موضوع جديد من خلال الصحة وسلامة روعة بعد الحظات مواصلين استضافتنا لهذا الصباح والفقرات برنامج وتحضرنا معنا روعة متماتي مختصة في التغذية نقول لك سباح الورد روعة سباح الخير منيش نحن ليرك عيشك منورة عيشك منورك عيشك وينت زادة منورة أكيد اليوم مواصلين بالطبيعة نحكيوا عن التغذية السليمة لنا وكل اليوم الشيف أيمن موجودة معنا كل عادة سان جلوتين هوك الشيف أسما هي المحالة مريضة بقولها شاء الله لباس أسما خليت بلاستها خليت بلاستها شاء الله أخذها ترجعنا يا ربي لباس عندها وعكة صحية شاف أي من عملها وكالي حضرت عليه أنت لما الأسبوع لي فات عمل الفطور الصباح سان جلوتين معنات عمل الكاب مش كاب كيك عمل الكرام والبانكيك يزور لي مهم برشة هذوما نجموا ندخلوهم في فطور الصباح خطر مهم فطور الصباح اليوم نحن في فترة امتيحانة تعرف التحذير للصغيرات الصغيرات بهي أنا ديما يجي نسؤالة خاصة شنيا نفطر صغير في البروض وإسما كي تسخن الدنيا نحير وشو ناكله خطر خطر لنو ناكله حاجة سخونة ماذا بينا حاجة تفرشكنا وتبردنا لونك على هذك ديما في السخانة نحير أكثر شو ناكله لما هيت شغطو في فطور صباح بالامتحانات يبون بردي وصغرهم بالسكر والحلاوي على أساس إنه تعطيهم الطاقة وهي يراه ماناش مضطرين نعطيوك كميات الكبيرة متاع السكر هذيك بالعكس راوتنجم تفقدهم تركيزهم تنجم تتقلقهم شوية الكميات الكبيرة متاع السكريات هذيك الكل نعطيه فطور صباح عادي كم أعمل شيف أيمن مثلا نحطوا شوية شوكولات شوكولات مين المستحسن يكونوا عاملينها في الدار أحسن وأصح ويكون فيها مثلا هو جاوبني دجا شوكولات واغ تكون خير مخطر فيها أقل كميات متاع سكر وفيها أكثر كميات متاع كاكاو الكاكاوي يحل الشيء بالنسبة للصغيرات ويقوي في التركيز نجمو نحطوا كايبيت فيك زيادة نجمو نحطوا زوزة وماندراك قلولي زوزة بي للميمواق صحيح أما راهوا بالدويم مش في الفترة هذيك متاع الامتحانات كها ونعطي صغيرات كعيبيت فيك كعيبيت زوزة ومبعد نقص عليها لإذا بي مثلا مارتين تليثة في الجمعة نوضب عليها العادة هذيك كايبتين راهو برشا يقولولي غاليا كايبتين كمع تارتين مع الكريب فيها ألف مبارك نجم يكفي ويكفي دونك نعطيوا كريب باي المسال الشي الصغير مثلا كبير هكا صغير 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 يزميكون فمانكيك بني يزميكون عنا النشويات يزميكون عنا سكريات أما بكمية معقولة ومعتدلة كيما قال شيف أيبن دوك نجمو نحطوا شوكولات نواغ نجمو نعملو شوكولات تقتيني وحدنا فد من غير كال شوفوا مع شيف أيبنو وشيف أسما أكيد إن شاء الله يعملو نحواجه يعملو نحواجه خطر كنو نعملو زد المعجون خاصة اليوم الفريز موجود بكثرة معنا برشا غيل ليلة متوفرة العوين المشميش برشا عدن نجمو نعمل حواجه كفدات من غير من نزيدوها فاما ديزاستوس نتصور أكيد ديما فاما ديزاستوس بطبيعة باش نحافظو على الخاصة المعجون بتاعنا به بنسبة الفطور الصباح كما قلت يكون هكا متزن شوية غلة شوية أبخد فيليتي يزميكم في حليب ومشتقات ومعنطي يا إما كويس حليب ردوا بيننا إذا كان صغير يقولك راو مما الحليب يقلقني راهوسي يقلقوا مش معناتها وميحبوش ولا يتدلل إذا كان قلقوا ولا عملوا دياغي ولا عملوا ردين ولا قلق مما راني كنو شرب الحليب نحس روحي هكا متقلق شوية راوية إما عندو انتوليرانس معنطها ما ينجمشي هذا الحليب وإلا عندو لاليغجي تظهر مش كما لالانتوليرانس لاليغجي دهرة تظهر أبرتير من عامين عند صغيرات وتظهر بالقديد تنجمو الليحظوها مش كما لالانتوليرانس لانك رد بالك ما تغصبهش على صغيرك أما تنجم تعطيه الياغورت نجم تعطيه الجبن الجبن ومشتاقة تنجم تعطيه البن كان يحب تنجم تعطيه الرايب من بعد في بوسط النهار لانك فطور صباح يكون في حريبو مشتاقاته للكالسيو يكون فيه شوية سوكريات وشؤونة شوية دونك يأما خبز كديمة خبز صغرونة وإلا بنكيك وإلا كخيب ونعوضو مش الخبز والكخيب بالنسبة لأطفال كمية المياه المسموح بشربها على الأقل باش ننصحوا لمشاهدين شنية يلزم نتابعوا صغيرنا قدش يشرب يوميا هو صغير ولي يرضع يرضع من عند أمه ما يستحقش ما يجملة على خاطر هذيك راهو لحليب متاع أمه في كل شي صغير لا يشعر بأنه كما العبد الكبير لدينا صغير والعبد الكبير وعبد الكبير يجب أن نعطيهم الماء يجب أن نعطيهم الصغير كل ساتين نعطيهم صغير وماء حسب التقريب فإن تعمل كل ساتين حتى إذا كان صغير لم يأتي ما يقول ما لم يأتي خاطر موصول يقول أنه كان عد مدة كبيرة وصغير ينجم يشح من الماء بسيفة سريعة أكثر من الأدول كيف كيف زيدة كل ساتين كويس ماي صغير يكفي فيه البرك شنو ما زيدة النصائق أحلة ناجم تقدم بأنها طوى في فترة دنيا سخنة وكل فما يشربوا برشا مشروبات الغازية وياكلوها الحاجة الباد والدلاع 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 ومن دراك ما دلاع الدلاع دولي يحصة وحدة برشا تحب الدلاع بصيفة كبيرة وبرشا تسأل عن الدلاع وناخذها راهي غلط الصيف فيها أكثر سكريات من غلط اشتاء حتى إذا كان هي راهي سكريات طبيعية برشا قلولي هاوكا من الغلاء صحيح أما راهي تعمل الكرش وتحب برشا سكريات الغلاء السكر يحب برشا استوكاج من الكرش ردوا بالنا من الكميات المشروبات الغازية إذا كان بش ناخذها بصيفة مرة في الفيل اشتهيتها ولا خرجت ولا خرجت لا ناس تشرب برشا في الغلاء اذا كان كل يوم كل يوم راهي بش ماهيش فتخلينا نحسوا بالعطش بش نوقصوا برشا من كميات الماء راهي تسمن بصيفة كبيرة فيها برشا ديكولغان فيها برشا كميات كبيرة من السكر يزمنا ردو بالنا حتى كالزيغو رغم فميل زيغو حتى كاللايت راهو مش تحيح تدخل لبدان خاصة نمرضى بالسكر روطف عليكم الناس الكل راهو تطلع برشا السكر في الدم دونك ردو بالنا منها برشا برشا مرة في الفيل ميسيل اما كل يوم كل يوم ديما نحبذو الماء الماء نجمو نعملو اغوما تزي نجمو نحطووه حاجات ولا أولي بنئ نجمو لشحيني نجمو نخدم ماشhei مش Getw الهدف الغازية. الدليا والبطيخ بريج مع كل وجبة نجمو نجمو نيخضو معتا. مش معني تبش النحي ونكو. مش اسقالة دليا. انا مش اسقالة دليا. ايه كثير مون. نخدو سحايا نصغرون. نخدو سحايا نصغرون ونحطو. نشكلة كبيرة. روحة في الكميات هذه هي. نفسانيا نظر لي فما تأثير. تعودنا. تعودنا بالكميات الكبيرة. انا فما كلمة ديما نقولها يقود ويغزروني لعبادهم. قلهم احنا الخبز رانا ظالمينو. مش هو المشكلة فيه الم احنا اللي ناكلوا كميات كبيرة كيف كيف الدليا والبطيخ والغلة والسكريات ما ما تحتاج احنا طوع عنا الهرم الغذائي كالنواري وهنهار تانوا راو انه في الاخر بالكل فما السكريات راهو اما بكمية صغيرة مريرة في الفيل وقت اللي نشتهيو. اذا كان كل شي نعدلوا بكميات متاعو تانا القاولوا احنا مرتاحين في جسمنا مش بضرورة نحب نسمن ولا نحب نضعف حتى لصحتك والراحتك النفسانية والراحت جسمك. يعطيك الصحة روحة. شكرا ليك لحقيقة على هالنصائح هكا بصيفة برقية لكن مهمة برشا اليوم هو هذي المهم انه ديما نردوا بيننا على صحتنا موضع كبيرة برشا ومتنوع في مجال التغذية. انا ديما نقول صحتك راهي في صحنك. مقبل كل شيء من اللي احنا صغار الصحة متاعك تبدأ من صحنك من اللي انتي صغير حتى كش للي تكبر. راهو مهم برشا. يعطيك الصحة شكرا ليك روحة. احنا بتبيع مواصلنا فقرات برنامجنا. بعد اللحظات بلش كون حاضرة معانا. مدام ربيعة بن يوسف اللي هي ميتا كوتش واليوم باش نعطيكم بعض الطاقة الايجابية والنصائح كالعادة وتحضر معانا مدام ربيعة. كالعادة خاصة في هالاختصاص اللي هو الميتا كوتش زيد تفسرنا اكثر عليه وديما فيه جديد وفيه برشا تغييرات. روحة ما عدنا يجد معك ان شاء الله على الخميس. نالا خميس. قدرت ربي تكون حاضرة معانا بموضوع جديد. وباقتراحة زادة المشاهدين على الخطرة. يمكن كنتوا معدين لكش تليفونة تمارا ويجيوا وبعض تليفونة تقول يحبوا بعد. بدك اللي. بدك اللي. دك اللي. ممسالش. ممسالش. تنعطيهم لكم اكيد. شكرا ليك روحة. يعطيك صحة. نارك زين. احنا بتبيع مواصلين فقرات برنامجنا. بعد اللحظات تكون حاضرة معانا مدام ربيعة. موسيقى مواصلنا مع مدام ربيعة بن يوسف اللي هي ميتا كوتش. اليوم وقت نحكي وعلى الضغوطات. الضغوطات كبيرة. عايشها التونسي. امتحانات. فصل صيف. نموس. وضع اقتصادي. برشا حاجات لحقيقة. قدش مش نحكي. قولك صباحة الورد ربيعة. نارك زين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لك وحشة. ليك وحشة. ليك وحشة ربيعة. لحقيقة كالعادة في جولاتكو. بتبيع ديما تجدد وديما متجدد. ربيعة كنت في شقيقة ليبيا هكا. بالفعل. تحية لشقيقة ليبيا. اكيد وبرشا لحقيقة مشاهدين في ليبيا. قولوا بتحية كبيرة ليهم. صدقا كانت حفوت استقبالة رائعة جدا نتمنوا لها انهم هما يواصلوا في الامن. في البرامج اللي يقعدين يشتغلوا عليها. تحية لكل الاصديقات. تحية لللي عملوا المؤتمر. تحية للينظموا المعرض. حقيقة فم نقلة نوعية تشهدها الشقيقة ليبيا. فتحية لكل الاشقاء ليبيا. وانشاء الله ربي وفقهم يدو عنهم نعمة الامن. امين. ان شاء الله بتبيعة. وانشاء الله التعاون دي ما يكون موجود بين التوانسير والايشقة في ليبيا كما قلنا اليوم بش نحكيه على الضغوطات اليوم معاك برشا اليوم التونسي تحت وطأة الامتحانات وفصل الصيف وصخانة والنموس والوضع الاقتصادي وكورونا وما ندرك ما كورونا والجائحة اللي أثرت فينا نفسه نيا برشا كيفاش نتعامل مع الضغوطات؟ هو في البداية قبل أن نحكو كيفاش نتعامل مع الضغوطات شنو الهدف من خلال كل معناها أي حديث فيه هدف الهدف من المداخلة هذه كيف نحقق السكينة اللي هو كيفاش يصبح عندي السكون كيفاش عندي الأمان وعندي السرور اللي هو لا للتوتر لا للحزن ولا للخوف فالمعادلة هذه هي معادلة صعبة ولكنها مهش مستحيلة فيها خطوات ضروري أن يكون الإنسان وعي بها حتى يتمكن من تجاوزها أو حتى ما نقولوش تجاوزها نهائيا لأنه مستحيل تجاوزها نهائيا ولكن تقنينها فإذا نرجع لتوتر لعيش الإنسان والضغوطات والبعض الأحزان والخوف من كورونا والخوف من الوضع الاقتصادي والخوف من أني صغيرة ينشح ولا ما ينشحوش في الإقزامات هذا كل يخلي الإنسان يعيش جملة من الضغوطات في حياته ولكن هات نحطوهم نصنفوهم حتى يصبح للمستمع واعي بشنه نوعية الضغوطات وشنه المثير اللي يخليني أني نتوتر عنا ضغوطات يا موناء إما ناتجة عن عامل داخلي أو عامل خارجي عامل داخلي في بعض الأحيان يصبح الإنسان في حد ذاته هو اللي برمج في روحه معناها سي برمج روحه عينه مباشرة تمشي كان للجانب السلبي هذيك برمجة ذاتية من خلال المفهوم هذائي تصبح كل الأفكار تقريبا 90% من أفكار الإنسان هي أفكار سلبية معناها اللي تراودك في كل موقف هو أفكار سلبية نسبة الأفكار الإيجابية اللي هي تخليك بش تبدع تخليك بش تقدم هي نسبة صغيرة جدا العامل الثاني اللي هو عامل خارجي عامل خارجي اللي هي ظروف كما كنت تحكيين بكري ظروف الاقتصادية ظروف سياسية ظروف في البيت ظروف في الشغل دونك حنا دو فاكتور اللي هما أساس كل توتر ولكن هني الضغوطات هذية يا منا هي اللي بيش تعطي ردة فعل عند الإنسان ردة الفعل هذيك بيش تأثر عليك يا إما على مستوى التفكير على مستوى الصحة على مستوى الصحة النفسية وعلى مستوى الصحة العقلية وعلى مستوى الجسد متاعك فنلقوا الناس تحصد للأسف في أمراض وفي معناها نسبة ارتفاع الأقبال على العيادات النفسية يزداد يوم بعد يوم ولكن هتنعرفوا شنو السبب لخلي المواطن أو الإنسان عينه مركزة ديما على الجانب السلبي وكيفاش نحن نقرنه ولو ندخل في واعي للمسألة هذه هذا هو أهم شيء في البداية نسبية الخطأ والسواب ضروري أن يكون كل شخص له واعي بنسبية الخطأ والسواب ما معناه؟ معناها اللي تشوفه أنت صحيح قد نشوفه أنا غالط ولل تشوفه أنت غالط قد نشوفه أنا صحيح لأن أغلبية الناس وقت اللي يصير موقف قدامه يشوف اللي هو الموقف هذاك يفسره بناءً على وعيه مش على وعيك أنت ونأخذه مثال ونكون كنت سقطهولك قبل مثلاً ما بناتنا ساك شافتني موناه وهزت الساك أنا تفكيري سلبي نقول موناه خفت على ساكها وانت خلي نحي الساك باش نشوف ربيعة بالقدي أنت بنتي على وعيك واني بنتي على وعيي ومن هنا تبدأ المشاكل وهذه هي اللي تخلي الناس يعيشوا في دوامة المشاكل فخليك وعي بنسبية الخطأ والصواب فهو نسبي هذه أهم وعي الموقف الرؤية الثانية اللي هي كيتعيب نسبية الخطأ والصواب تولي تغير من نظرتك للأشياء يصير لك وعي ما كش بش تلقى روحك من أول مرة 180 درجة وليت معاجش تفسير كان إيجابي للمواقف ولكن هني كيتحدد المواقف هذية وتولي الأفكار اللي تجيك باستمرار سلبية على المواقف خليها تتعدى ما عادش تريزيستي معاها وما عادش تركز معاها خليها تتعدى هذه نقطة كذلك نقطة مهمة اللي الآخر أغلبية الناس يقول لك فلين واترني فلين نرفزني في الفو هذك عملي فازة وطير هالي وخلاني ندخل في السرس الآخر لا يمكن أن يؤثر فيك إلا إذا أنت سمحت وقت لحد يتعدى ويقول لك كلمة ولا يعمل موقف هل يشدك بالسيفة منى توتت نرفز لا دونك هني المسؤولة على مشاعري مش هو اللي أثر فيي هذه نقطة واعي مهمة ومهمة جدا فأنت المسؤولة على مشاعرك حتى حد ما يبدلك مشاعرك إلا إذا أنت سمحت له كيفاش فن إدارة هذه الضغوطات لأن الضغوطات يوميا موجودة سواء في الشغل سواء في الطريق سواء في البيت سواء في أول حاجة نسبية الخطأ والصواب ثاني حادة حتى حد ما يأثر لك في نفسيتك إلا إذا أنت أسمحت له فن إدارة الضغوطات المواقف ليست لها مسميات أنت من تطلق عليها الأسماء أي موقف تعيشه راهه أنت اللي تفسره وانت اللي تعطيه وعي وبالتالي هو اللي بيش يعطيك المشاعر خلي شوف الأفضل في كل موقف ما تهزش الحمل وحدك ليست مكش مسؤول من الآخر برشا ناس يولوا معناها يشوفوا اللي هم مسؤولين على كل تصرفات وكل مواقف أنا لست مسؤول على التصرف الآخر معناها خليك مسؤول على روحك خليك مسؤول على وعيك نشوفوا في النقاشات يا منا الأغلبية وقت اللي يدخلوا في نقاش ما فماش هدف إبداء الرأي فمه هدف إن ينفوز بالنقاش الواعي هذا يخليك تدخل في دوام التوتر خلي الواعي متاعك مبني على أنك أنت تبدي وجهة النظر متاعك وليس الهدف إنك أنت تفوز بالنقاش ما تهزش الحمل وحدك وقت لتكون أنت ديركتور في مؤسسة ولا بيدي جي الناجح القائد الناجح هو من يفوز المسؤوليات كون قائد ناجح واعي القيادة هي تحريك المجموعة نهو الهدف مش إنك أنت تهز كل شيء وحدك كيف كيف بالنسبة لصغيراتنا اللي قاعدين يعدوا توا في الامتحانات مهم جدا الولي ضروري أن يكون واعي بأن نسبية العدد يا منا لأن أغلبية الأولياء يشوفوا في صغارهم ضروري أنك أنت تكون تنجح بمعدل 16 ولا 17 بيش تمشي المدسين بيش تمشي الأفاق موجودة في كل المجالات ولكن خلوا صغيراتكم يخدموا مرتحين مش من أجل العدد بقدر أنه يتميز ويجيب معدل اللي يخول له بيش يدخل في معناها ما يتحطش في أوريونتاسيون اللي للأسف معناها تكون مهيش من بين قدراته ولكن أنت اللي تأثر على صغيرك بقى الضغط النفسي اللي تعمله لصغيرك حول المراجعة حول أسئلتك اللي باستمرار وش عملت كذا في الامتحان خلوا صغيراتكم يكونوا مرتحين في الامتحانات أختم بقولة للاوتسو يا منا اللي هي راقب أفكارك في أنها ستحدد عاداتك وراقب عاداتك لأنها ستحدد طباعك وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك إن شاء الله يا ربي مصيرنا يبني يعني وعي جديد إن شاء الله يا ربي على تفسير جديد ورؤية جديدة المواقف نعم فمتعة السكينة أنت اللي تحققها لذاتك وما يحقق هالش للأخر شكرا لك شكرا لك ربي على حقيقة برشة طاقة هكا بهم برشة كتكون لسي كلم يرسخ في الذهن شكرا لك على هذه الطاقة وعلى هذه الإشعاء على حقيقة كيجيب أحدنا في الأستوديو وشاء الله تكون حاضرة معنا يكيد مرة أخرى في برنامج نحن باش نمشيو للإطلالة الأخيرة مع عشاف أيمن ونشوفوا دبارتنا مرحبا بكم منس الكل هذه الإطلال الأخيرة لدينا لليوم باش نوريكم كيفاش طلعوا الحاجات لبنان اللي عملتهم اليوم صان جلوتين كيفما قاعدين نشوفوا طوا في الكاميرا كيفاش الطريقة لزيينت بها البانكيك والكريب بركلة حاولوا ماتحيروش حاولوا كل شيء عملوه وتفنوا فيه باش نجموا وتاكلوا صورتو أحنا اللي عنا الملادي سيليا كمالغوزمو ناقصين برشة حاجات باش نجموا أما حاول أنا قاعد نوفر لكم بهم بشوية بشوية كيفما قاعدين نشوفوا عملت شوكولانوار 72% من الكاكاو اللي هكا دونك وستعملت فارين تروز بالنسبة للرسيت مش مش بالفارين تخامح ولا فارين شهير وتنجموا تعاوضوها بالفارين دامون بالعكس تجيكم أبن برشة وبالنسبة للكريب متاعنا كيف كيف قبيل يوريتكم كل شيء لليزا ستيوز باش تجيكم كعبة كريب مزيينة وأهم حاجة اللي هي ترية وما تلسق لنيش زيدة في الفارين متاعنا ومنام وغاديق على تغذر للكريب وفي البانكيك كان حلوة اليوم جميع وما خبيوش شيء مبكري قلت بش تعمل مالح عباذاك أموخي قعد في المالح جميع الكل يستنيوا في المالح ما قلت وين قبيل أما مش مشكلة خريب ما رجينا عملوها كان مالح نعملوها مالح مش مشكلة أحلوة وحتى فكرة هي تكون لفطور الصباح حتى كان ماناش متقلقين حاجة صحية بالطبيعة أو كناخذه لزاستيوس والحاجات يمش مش تانس مثلا بالفارينة الروس يجربها يجربها علش لي وتنجم تكون حاجة بنينا وخفيفة أهم حاجة ذيك هي مش تطلعها بنينا مش تكون حطرها برسمي بنينة أكدلكم هذه كما العادة نس سنية ولي رتورم تيعكم نجم تكون بنينا اللي في مخو مايش بنينة أنا عفية بنينة وتبتكل علي لشم في الريحة ونعرفها لحقيقة وبهي برشة خاصة صحيا مهم برشة احنا اليوم نخمو في صحتنا كما العادة نس سنية ولي رتورم تيعكم ومعرف بيكم من نس الكل شكرا لك أيمن يعطيك اللا صحة هكا مشاهدين نص نهاية برنامجنا بالنسبة لليوم ردوا بالكم على رواحكم على عزيز عليكم غسل الأيدي لبس الكمامة والتباعد الجسدي قيدوا في منظومة التلقيح لجال توقيت متاع التلقيح متاعه يمشي جدد معكم إن شاء الله غدوة ابتداء من العاشرة صباح